وجه سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للاحتفال بالنسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر فبراير المقبل ووجه سموه اللجنة الأولمبية البحرينية للتحضير والإعداد للفعالية الوطنية بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزرات والأجهزة الحكومية والخاصة لتنظيم اليوم الرياضي الوطني بأفضل صورة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية الصادرة عن الجهات المختصة تجاه فيروس كورونا وعضاف سموه أن اللجنة الأولمبية البحرينية أعدت تصورا متكاملا عن احتفالية اليوم الرياضي الوطني لهذا العام بالتنسيق والتعاون مع وزارة شؤون الإعلام من خلال تنظيم برنامج رياضي متنوع عبر البث التلفزيوني يستهدف كافة شرائح المجتمع وقال سموه إن العالم يمر بظرف استثنائي وسط تفشي جائحة كورونا حيث يواصل العالم محاربة هذا الوباء وهو ما يفرض اتخاذ صورة مغايرة ومبتكرة للاحتفال باليوم الرياضي الوطني دعما للجهود الوطنية الرامية لمكافحة هذه الجائحة حيث حرسنا على تنظيم احتفالية وطنية تتضمن حزمة من الأفكار والبرامج والمسابقات الرياضية التفاعلية مع الجمهور لتحقيق الغاية والهدف من تنظيم اليوم الرياضي والذي أصبح عرسا وطنيا ينبغي أن يتم الاحتفال به رغم التحديات الراهنة ليحافظ على مكانته وزخمه وبريقه المعتاد باعتباره أحد أهم المناسبات الرياضية التي تحظى بمشاركة واسعة وأكد سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة أن أهمية اليوم الرياضي تكمن في تعزيز مفهوم الرياضة للجميع ورفع مستوى الوعي بأهميتها ودورها في حياة الفرد والمجتمع وتعزيز الصحة النفسية والجسدية للأفراد ويمكن من خلاله غرس الثقافة الرياضية كأسلوب حياة وبث روح الحب والولاء للوطن إضافة لكون الرياضة مقوما رئيسيا في زيادة وطيرة العمل والإنتاج ودعا سموه الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة الفاعلة في اليوم الرياضي الوطني مع ضرورة اتباع الإرشادات الصحية الوقائية تجه فيروس كورونا معربا سموه عن ثقته في قدرة اللجنة المنظمة على إخراج الحدث في هذا العام بأفضل صورة رغم تحدي الجائحة في ظل ما يتحلى به شعب البحريني من وعي وثقافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر